السلام عليكم أهلا بحضراتكم يارب تكونوا كلكم بخير كنت من فترة عملت عباية في سكوز بنصكم وبعدين جات لأسئلة طب لو لطفلة طب لو كبيرة طب لو وزن كبير طب لو مأس كذا فأنا قررت أن أعملكوا فيديو تاني أقول لكم إزاي بناخد المأسات لأن هي سهلة جدا وبسيطة وشغلها سهلة جدا ولكن في ناس بتحتار أجيب قدية قماش فأنا عمل الفيديو ده عشان أقول لكم تجيبوا قدية قماش لكل المأسات قبل ما نبدأ نتكلم عن المأسات حابة بس نصلى على النبي كده عليه الصلاة والسلام اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه أجمعين إحنا بيبقى معينا القماش القماش هدي صوفت أنا ما عنديش قماش فسكوز دلوقتي عشان أعرفكم عليها ولكن القماش الفسكوز بيبقى نفس عرض القماش الصوفت ده أول حاجة أحب أقول لكم هو عرض القماش احنا بنجيب القماش من عند التاجر متطبق بالطريقة دي كده فيه هنا برسل برسل وبرسل كده وعرض القماش كده بالطريقة دي كده لما بنفرد القماش كده بنلاقي العرض بتاعه كده من البرسل للبرسل من ناحية التانية بيبقى عرض القماش 150 سنتي القماش دي كاروة مش باين فيها عرض من طول ممكن استخدمها عرض أو طول لكن فيه قماشات من الفسكوز وأغلبها بتبقى بيعملوا العرض في طول فبتبقى الرسمة على أول البرسل من تحت كده ورسمة على أول البرسل من فوق أغلب القماشات الفسكوز بتبقى بالطريقة دي وفيه بتبقى فيها نقشة منقوشة الفيديو اللي أنا كنت عملته قبل كده فيه نقشة ملهاش عرض أو طول أو كده ومقصوصة بالطريقة اللي أنا هقولها لكم دلوقتي دي هحطها لكم إن شاء الله في صندوق الوصف اللي ما تعرفش الوصف في فين بتنزلي تحت الفيديو تحت اسم الفيديو جنبه سهم صغير كده بتدوس عليه بيفتح للقيمة القيمة دي هتلاقي فيها رابط الفيديو وأنا هحطه لكم دلوقتي في حرف الآي وهحطه لكم كمان في شاشة النهاية عشان اللي ما تفرجوش عليه يتفرجوا أنا عاملة موديلين بعباية فسكوز نصكم هعمل لكم هحط لكم الفيديوهين إن شاء الله طيب بنشوف القماش بيبقى عرضه زي ما بقول له حضراتكم كده بيبقى متني بالطريقة دي كده كده وبيبقى عرضه متر ونص يعني العرض ده كده وهو متطبق كده 75 سنتي وبيبقى البرسل بالطريقة دي كده أنا مقربة الكاميرا كده عشان اورها لكم من قريب عشان تبقوا فاهمين إزاي المقاسات طيب أنا لما اجي اخد مقاس لو هاخد مقاس طفلة عشر سنين لأن انا اتسألت طفلة عشر سنين 14 سنة لو مقاس كبير لو حجم كبير لو وزن كبير فانا هقول لكم دلوقتي كل المقاسات إن شاء الله أول حاجة انا بعملها لو باخد مقاس لطفلة أو باخد مقاس لبنوتة كده بس روفيعة باخد عرض ما بحتاجش ديل العباية يبقى أكتر من خمسة وسبعين سنتي زي ما حضرتكم شايفين بنا باخد على العرض ده وباخد الطول بتاع البنوتة لو عندها عشر سنين 12 سنة 14 سنة حتى لو بنوتة كبيرة بس روفيعة بنحتاجش أكتر من العرض خمسة وسبعين سنتي للديل وللأكمان من فوق برضو بناخد بس الطول بنحسب الطول وبنزود عليه عشرة سنتي قيمة الخياطة أو 15 سنتي بمعنى إيه؟ إن أنا هقيس طول البنوتة مثلا تلعى طول البنوتة متر وعشرة بزود 15 سنتي واجب متر وربع بس بيعمل للعباية تمام؟ لو بنوتة أطول من كده بزود باخد قيمة الطول بقيس بالمزورة كده من عند الكتف لحد الرجل من تحت لحد أول رجل وباخد بزود 15 سنتي أو 10 سنتي تمام؟ وبجيب القماش تقدري لو مش هتعرفي تحسبي كويس خد الطول وزود 10 سنتي وقول للتاجر مثلا أصل التاجر مش هيديلك مثلا لو إحنا قلنا متر وعشرين مثلا الطول وزودنا عليهم 10 سنتي بقى 130 مش هتروح تقول للتاجر أنا عايزة 130 سنتي التاجر هيديلك متر ونص تمام؟ لو أقل من كده التاجر هيديلك متر وربع لأن التاجر مش بيبيع بالسنتي التاجر بيبيع متر متر ونص متر وربع مترين مترين إلى ربع ثلاثة متر كده تمام؟ يبقى احنا معانا كل الرفيعين بناخد عرض القماش بالطريقة دي كده عرض القماش بناخده كده ونمشي بالطول وبيبقى هو ده العرض بتاع العباية بناخد منه بقى ونكسم على حسب ما احنا عايزين من معانا 75 سنتي بناخد الكمين وبنقص بنفس الطريقة اللي انا قصيت بها العباية اللي انا هحطها لكم ان شاء الله تمام؟ يبقى كل الرفيعين بنمشي على عرض القماش ده مفيش مشكلة طيب لو القماشة ليها رسمة ولا حاجة يبقى احنا بنجيب متر ونص لأي لأي حد بنجيب متر ونص وبنعمل منه عشان نزبط الرسمة ونعمل معانا العباية الكلام ده طبعا مش هينفع للأطفال الصغيرين لانك هتخدري متر ونص عشان تعملي العباية تمام؟ مش هيبقى أقل من كده طيب لو احنا بقى عندنا مقاس أطول وده السؤال اخر سؤال اتسألي ان انا لو طولي مية ومية خمسة وخمسين ووزن تسعين اخد قد ايه؟ طيب في الحالة دي حضرتك احنا بنقول القماش كده عرضه متر ونص حضرتك بتقول الطول مية خمسة وخمسين يبقى احنا في الحالة دي عايزين الطول ده بدل ما هو مية وخمسين احنا بناخد عرض في طول بالطريقة دي كده لا احنا عايزين مية وخمسين والطول مية خمسة وخمسين يبقى احنا هنحتاج مية وخمسة وخمسين هنزود عليهم عشرة سنتي يبقى هنحتاج مية خمسة وستين هندربهم في اتنين يبقى هنحتاج تلاتة متر ورابعة تمام؟ تلاتة متر ورابعة بنمسك القماش نتنين وصين نخلي البرسل كده بالجنب ونمسك القماش نتنين وصين هي القماش اللي معايا دي تلاتة متر تمام؟ بنمسك القماش كده اتنين والسين بالطريقة دي كده وبعدين اهي وناخد منها بقى على حسب ما احنا عايزين يعني لو وزن تسعين لو وزن تسعين كيلو احنا محتاجة لو حضرتك عايزة العباية دي الهدايا عايزة العباية دي الهدايا هناخد تمانين سنتي تمام لو عايزة العباية في ناس بتحب العباية مكسمة ودي الهدايا يبقى هتخدي تمانين سنتي من ده والباقي ده تعملي باي حاجة بقى تعملي بي برضو عباية اللي بنوتا تعملي باي حاجة هيفيد معايا القماش وهو مالوش حل تانى لكده طيب لو عايزة تبقى ديل العباية يعني انا مثلا بحب العباية تبقى ديلها واسعة انا لما باجي اجيب بجيب مترين لمقاسي بجيب مترين المترين بتنيهم عرض في طول كده بخلي الطول معايا هيبقى متر ونص وده بيكفيني وبخلي المترين بتنيهم على بعض يدوني متر مجوز تمام بيبقى البرسل من تحت والبرسل من فوقه ده اللي انا عملته في العباية اللي انا حط لكم الفيديو بتاعها ان شاء الله بخلي البرسل من فوق والبرسل من تحت وبطبق العباية على اربعة وباعملها وباخد الزيادة باكسم الزيادة اللي انا عايزها اخلي الوسط بتاع 80 اخلي 70 اخلي 90 على حسب ما انا عايزة يبقى الوزن الكتير الكبير بنعمله مترين طيب لو وزن بقى لو واحدة مليانة وزنها اكتر من 100 اكتر من 110 اكتر من 120 برضو بنزود القماش. لو هي طولها هيدينا مية وخمسين هيكفوها. يبقى بناخد آآ مثلا بدل ما بجيب مترين. لا بجيب تلاتة متر. بخلي العرض معايا آآ بالطول. او بخليها برضو زي ما هي على طولها وبجيب تلاتة متر. وباخد الوسع اللي انا عايزاها بيبقى معايا آآ متر ونص هو عرض متر ونص. بشوف يعني بجيب جلبية من عندها. وبشوف عرضها قد ايه. وبزود عليها قيمة شوية اللي هم بتوع الكم. وبعملها. تمام? يبقى هنرجع تاني ونقول آآ عشان آآ ما تتلخبطوش ما تتلخبطوش معايا. آآ لو الطول مية وخمسين بناخد العباية عرض في طول بنخلي البرسل من فوق البرسل من تحت وبنعمل. ممكن لو البنوتة رفيعة بنعمل متر ونص. لو آآ تمانين كيلو مثلا يعني لو لحد ستين كيلو سبعين كيلو ممكن ناخد متر ونص. لو تمانين كيلو تسعين كيلو ممكن ناخد مترين الا ربع. لو اكتر من كده او واحدة بتحب العباية في تفوضة يبقى بناخد مترين. لو مقاس بقى متر وعشرة متر يعني الاسفة مية وعشرة كيلو مية وعشرين كيلو مية وتلاتين كيلو آآ بما فوق بقى بناخد آآ العباية بنجيب آآ مترين ونص او تلاتة متر وبنعمل منهم العباية. بالنسبة للطول لو الطول آآ هيديكي متر ونص تمام لو او الطول هيديكي اكتر من متر ونص زي المتابعة اللي قالت لي الطول مية خمسة وخمسين يبقى في الحالة دي هتزودي عن التلاتة متر. هتجيبي تلاتة متر وربع او تلاتة متر ونص وتعملي منهم العباية بس هيتفضل معاكي لان العرض القماش مية آآ مية وخمسين يبقى حضرتك هتاخدي المتر تلاتة متر وربع تقسميهم على اتنين بالطريقة دي كده وبيبقى البرصر بالجنب مش بين فوق. وبتاخدي طول العباية بيبقى معاكي مية خمسة وستين لو جبت تلاتة وربع. الرفي بيزود حوالي خمسة صند كده ولا حاجة. يبقى هيديكي الطول اللي انت عايزاه. بتاتنين الاتنين على بعض. بتاخدي من عرض القماش مش من ناحية البرصر. بتاخدي من عرض القماش نفسه اللي هو متر ونص. بتاخدي حوالي متر عشان يبقدر واسع معاكي. لو عايزة اديا بتاخدي تسعين. وبعدين بتعملي بتقصي باقي القماش. وتعملي العباية بنفس الطريقة اللي انا عاملاها في الفيديو. متهيئة لكده دي كل المقاسات اللي مطلوبة. لو عند حضرتك اي سؤال اكتبوا لي برضو في الكومنتات وانا ان شاء الله اجاوبك عليه. لو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروا للبنات عشان يستفيدوا ويعرفوا ازاي ياخدوا المقاسات بتاعة العباية. ان شاء الله زي ما قلتلكم هحطتلكم في في الوصف وفي حرف الاي وفي شاشة نهاية العباية اللي اتعملت. عشان انا قلتلكم على المقاسات. بالنسبة للطريقة اتفرجوا على الفيديو ويعرفوا الطريقة واشتغلوا بنفس الطريقة اللي انا عملتها في الفيديو. ان شاء الله هتعرفوا تعملوا عباية بكل سهول. بدنا لكم جميعا التوفيق. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.